من هي داعش؟ ما هي الأماكن التي تسيطر عليها داعش في العالم العربي؟ في العراق، في سوريا، في ليبيا؟ هل تواجدها في ليبيا بذات القدر التي تتواجد فيه في سوريا والعراق؟ سنتحدث عن كل الموضوعات هذه النهاردة مع أستاذ مصطفى أمين الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية المسلحة ببوابة الحركات الإسلامية نهارك سعيد فن أهلا بك فن من هم داعش؟ فهنا في البداية بنعزي أسر الشهداء أكي اللي شهدوا في ليبيا في الحادث الخسيس اللي ارتكبته ما تسمى بداعش موضوع داعش ده موضوع كبير يعني موضوع من الموضوعات اللي هي أصلت الجدل في الفترة الأخيرة وبالتعديد في النص التاني من 2014 أقرب استلاءها على الموصل اللي هي مركز محافظة نينو بداية داعش نحن تم رصدنا بداية التنظيم كتنظيم إرهابي هم بدأوا في عام 2000 عقب احتلال القوات الأمريكية للعراق كان مجموعات داعش عبر عن مجموعات من المجاهدين والمسلحين بقوموا الاحتلال الأمريكي في العراق وكانوا تبعيد للقاعدة تنظيم القاعدة في العراق في عام 2006 تحديداً عاقب مقتل أبو مصحب الزرقاوي اللي كان بيمثل جناح القاعدة في العراق تم انتخاب شخص أو اختيار شخص اسمه أبو عمر البغدادي أبو عمر البغدادي كزعيم للتنظيم أو كزعيم لمجموعة القاعدة في العراق المجموعة الجهادية التابعة للقاعدة في العراق هو عمر دعيته إيه أصلاً هو خلق شكل أبو عمر البغدادي ابو عمر ده غير أبو وكر البغدادي أبو عمر البغدادي ده خلق شكل متمايز عن قاعدة الجهاد في العراق اللي هي واطلق عليها مسمى الدول الإسلامية في الأرق. وهي كانت البداية لما يسمى بعد كده تنظيم داعش. في عام 2010 قتل في غارة أمريكية. كان محسن مبحمز المصري. ده مصري على فكرة. كان مبحمز الزراع والآخر. تم رزدون في عهد المواقع في مدينة ديالي. وتم استدفعهم من قبل التارات الأمريكية. وتم قتلهم. وتم اختيار أبو بكر البغدادي كزعيم للدول الإسلامية. يبقى إذا عندنا انفصال تنظيمي عن قاعدة الجهاد بشكل مختلف عن توجهات قاعدة الجهاد. أو تنظيم القاعدة في عام 2006. ثم انفصال كامل في عام 2010 عقب اختيار أبو باقي البغدادي. اللي هو اسمه أصلاً إبراهيم السمراء. وهو كان أحد السجلات السياسيين في العراقي؟ طبعاً ده يحمل دراجة الدكتوراه من الجامعة الإسلامية في العراق. بتختلف عن هذه الجامعة المنسقة عن فكر القاعدة؟ ما أنا أقول لك الاختلافات من هنا بقى ظهرت الدولة الإسلامية. المجموعات دي كلها كانت في البداية كانوا في حاجة أسمى حفل المطيبين من مجموعات جهدية بتقاوم الاهتقال الأمريكي. عقب حدوث مقتل أبو عمر البغدادي وأبو حمزة المصري في عام 2010 في الغالة الأمريكية دي تم اختيار أباقي البغدادي وكمقرب من من قيادتين دول كان تم اختياره كزعيم للدولة الإسلامية في العراق. القصة كده عايزة أقول الدولة الإسلامية أنا عايزة أقول ما يطلق علي وما يسمونه لدي مش لاش دعوة بالإسلامية خاصة. ما يطلق ما تسمى الدولة الإسلامية أقول حضرتك الإسم تحديدا بعد عام 2010 بدأ أبو عمر البغدادي يتميز في قيادته للدولة الإسلامية أو ما يسمى بالدولة الإسلامية وينفصل عن القاعدة بشكل بشكل كامل وقال إن إحنا تنظيمنا دولة تنظيم له طبيعة خاصة في العراق الجهاد في العراق يختلف على الجهاد في أفغانستان وعناصر العمليات الجهادية والفكر الجهادي في العراق يختلف وهكذا. عقب كامل الثورة في سوريا في مارس 2011 أرسل سلاف أشخاص إلى سوريا. هم أبو محمد العدناني وأبو محمد الجولاني وواحد اسمه حجي بكر. حجي بكر تلك هم اللي راحوا مكونوا قاعدة للجهاد في سوريا. ده إمتى بقى سنة كامل؟ ده في عام 2011 عقب كامل الثورة السورية في آخر عام 2011 عقب كامل الثورة السورية. هذه المجموعة كونت قاعدة الجهاد في بلاد الشام اللي هي سميت بعد كده جابرة النصرة. اللي هي كانت في مناطق تحديدا متمركزة يعني؟ كانت موجودة في الرقة تحديدا. نواستوى تعبدين تلرقة اللي بعد كده دعش خليتها اللي هي محافظة الرقة اللي هي قريبة من حدود السورية. أو هي محافظة قريبة من حدود التركية العراقية. مريب يعني بيحب يشغل جواسيس معا يعني. فأبو محمد العدناني شغاله جسوس على الجولاني. وقال له أي حاجة عملها الجولاني انقلها لي. اللي في البلاد في الشام. باعتبار أن الجولاني كان أقرب لتنظيم القاعدة من الدول الإسلامية. أقرب لفكر تنظيم القاعدة اللي هي بياخدها أيمن الظاهري. أنا بس عايز أعرف الفروقات يا دفع. ما أنا أجيلي كون. يعني عايز أعرف اللي نتصقوا دول. الموضوع معقد وكتير من الناس مش مدركة أبعاد المسألة. فلما حصل ده أبو محمد العدناني بدأ ينقل الأخبار لأبوكي البغدادي ويقول له أن أبو محمد الجولاني دوت ما يل أكتر لتنظيم القاعدة وآمن الظاهري ولا يدبع قواعد التنظيم الخاصة بالدول الإسلامية اللي هي بتاعة أبوكي البغدادي في العراق. ومن هنا عشان يقطع الطريق أبوكي البغدادي عزي المسألة أعلن عن تأسيس الدول الإسلامية في العراق وبلاد الشام اللي هي داعش اختصارا باسم داعش دال دولة ألف إسلامية عين عراق شين شام ومن سيئة الدول الإسلامية فخرج أبو محمد الجولاني وأولا أنا مش تابعك أنا تابعك تنظيم تنظيم القاعدة اللي هو بيقود أسامة باللدن اللي هو كان زيامة أسامة باللدن وأيمن الظاهري وأصبحت الدول الإسلام في بقوة الشام بهذا الاسم وانفصلت جبة النصر عنها اللي يقعت الجاد في بلاد الشام ومن هنا ظهرت الدول الإسلامية في العراق وبلاد الشام داعش المعروفة اختصارا باسم داعش داعش الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش داعش زي ما احنا قلنا التفصيلة دي اللي حصل بعد كده أن جبة النصر كانت مستولية على محافظة الرقة محافظة الرقة دخلت في مواجهة مع داعش قوات داعش واستطعت داعش أن تطرد جبة النصر إلى عريف حلب وغيرها وتستولي على محافظة الرقة وأصبحت المقر الرئيسي لأبو باقي البغدادي اللي هو إبراهيم السمرائي ومجموعة بتاعته ومنها بدأوا مدعم قواتهم واستولوا على مدينة الموصل اللي هي مقر محافظة ناناو ومحافظة صلاح الدين واستولوا على لقعة كبيرة جدا مساحة امتد على امتداد 700 كيلو من أراضي العراقية السورية وأصبحت هنا الدولة الإسلامية في العراق يعني هي مجموعات أصلا في مشاكل أصلا بينهم الفروق الجوهرية هم كلهم بيستمدوا أفكارهم التكفيرية والجهادية من سيد قطب برضو أول من دالة التكفير والآخر هم تاريخيا امتداد لحاجة تسمى في التاريخ هم امتداد للخوارج يعني أول دولة للخوارج كانت في الأول في قبل أول هجري هتسمى دولة الأزاريقة كان بيقودوا أحد منافع من الأزرق وخطر من الفجاء هم دول أول الناس كفروا وبنانا على التكفير استمحوا دم المسلم وعرضه وماله يعني أنا دلوقتي حضرتك أستاذة أنا عاوز أستولى على أموالك وعلى ما يخصك فأنا بأعمل إيه بكفرك بعدما كفرك أنا بقى بطبيعة الحال أنت بقيت كفرة فبالتالي أنا بقى أستولى على أموالك وعلى ما يخصك واستبيح كل شيء هو اللي أسس المسأل هو نفع من أزرق وضوطة الأزاريقة ومنها أخذ البغدادي ومجمعته فكرة التكفير وبالتالي هو يقتل ويكفر فيقتل فيستبيح الأموال والأعراض وهذا ما يفعله في العراق وبلد الشام حاليا لكن الفروق عن قاعدة الفروق عن القاعدة القاعدة في بفهم حالي يسمى بتواجههم في العراق وفي أي مكان في العالم بالعاملات الاستشهادية وغيرها اللي كانوا بيقوموا بيهزب أو العاملات الإنهابية اللي يقوموا أجهة الحياة للإسرائيل بالمرة حقيقة هم مع الأسف يدعون لقتل إسرائيل وقتل أمريكا ولا يقتلون للمسلمين هم ده العجيب في الموضوع لكن حول بقى باقي البغدادي تمايز بقى تمايز بقى باقي البغدادي والدول الإسلامية في لقى باقي الشام داعش عن أنهم اعتبروا أن العدو القريب هو من هو الحكام والشعوب الموجودة في العالم العربي التي توالي هذه الحكام وبالتالي هؤلاء كفار واجب أولا القضاء على الحكام وهذه الشعوب ثم التوجه للعدو البعيد اللي هو أصبح المتحدة الأمريكية متميز الحقيقة هو أوجد لنفسه قضية تكفيرية جديدة أوجد لنفسه قضية جهادية أخرى قضية جهادية مزيفة الحقيقة ده حقيقة طبعا هو إزاي يخلق أتباع له يخلق أتباع له بأنه يوجد تمايز عن تنظيم القاعدة اللي هو الأساسي المعروف اللي أنا كلنا عارفينه اللي هو قاعدة الجهاد اللي بيأخذها أسابة اللادن وأيمن الزواهري فعشان يعمل يتمايز بدا بيقول عدو القريب وبالتالي ده بقى بيشكل حافز كبير جدا للمجاهدين أو المقاتلين أو الإرهابيين اللي معاه أين كمو شماهم في أنهم بيجوا ينضموا للتنظيم فبيحصلوا على الأراضي بيحصلوا على الأموال بيحصلوا على سبايا بيحصلوا على يعني مميزات كسيرة جدا بخلاف أنهم اللي رحمة العملية مثلا جهادية يموت تحدي في صفارة لأنه عنده في فلوس يعني فيه حاجة تحت إيده يعني هياخد يقتل المسلمين ويستهدف مسلمين ويستهدف مسيحيين لأي سبب استهداف المسيحيين في أكثر هو المسيحيين بيعتبرهم كفرة كفار وبالتالي لكن المسيحيين المصريين تحديدا الاستهداف للكنيسة المصرية الأقباط يعني وتحديدا وقعة ليبيا وقعة ليبيا هو أنا في تقديري هو كان بيهدف منها حتى الحديث بتاع الشخص اللي هو باللغة الإنجليزية وهو بيصدر فكرة يعني اللي هو أن المسيحيين في العالم العربي يعني مضطهدين وممكن أن يقتلوا وبالتالي أنا في تقديري هو بيستدعي تدخل أجنبي من خلال هذا الفيديو يعني أنه هو بقولهم يعني أنتم المسيحيين في العالم العربي والإسلامي هم تبتقتلوا وانتم يعني سكتين إزاي وحكامهم اللي إحنا بنحريبهم مش قدين يحموهم وهو لآخر وبصدر الفكرة دي حتى هو موجهش أي خطبات في كلام المسيحيين المسيحيين مش أجانبي يعني هو بيعتبرهم كفر هو وفق الفكر الجهادي بتاعه هو بيعتبر دول مجموعة من الكفر وما عندوش أنا ما ستعود أرضح لك حاجة هو فكرة الدولة الدولة الوطنية غائبة عند عزي التنظيمات ما بيو حاجة اسمها مصر مش عاجة اسمها ليبيا مش عاجة اسمها العراق وعندو حاجة اسمها الخلافة الإسلامية الدولة الإسلامية ففهمني فبالتالي هذه الدولة تغييف فيها كل المسامات الأخرى وبيجد ان استلاو على منطقة من الأرض منطقة من الأرض اللي هي مثلا ونتاكم العراق هي البداية من قيام الدولة الإسلامية بعد ما استولى عليها ويأسفل القاعدة الجهاد بيعمل إيه بيروح ينقل قوات منطقة أخرى ويأسفل وسلم عشان كده بدأ في سوريا خد منها منطقة الرقة ثم انطلق منها للعراق وأخذ الموصل ثم يتوسع بعد كده بيعمل بقاء بيجي بقاء معاد جهادية اللي بيتم كالتالي هو ما عندوش تسلسل تنظيم يعني هو ما عندوش ارتباط تنظيمي مع جماعات جهادية في باقي دول العالم العربي يعني مثلا لو خد نموذج في مصر وفي ليبيا مصر مثلا أنصار بيت المقدس الجماعة الارهابية في سينة في سينة هي بتتبعي نفس الفكر التكفيري فباقت أباك البغدادي لكن في فرؤات برضو في الفكر ما بينهم هم الأول كانوا قاعدة كانوا حاجة اسمها كنبة المقدس ومجرس هو المجاهدين وهو الأخر هما في النهاية كلهم 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 خارجين من فكرة واحدة بيتبانوا فكر التكفيري الجهادي اللي هو المجتمع المجتمع الكافر وبالتالي يجب الانقلاب علي نفس الفكرة اللي رسخ ليها وأسسها السيد قط اللي هو بتاع الإخوان المسلمين هم من هذه الفكرة بتبدأ الدول بتبدأ الجهاديين في الدول يتبنوا يعني أنصار بيت المقدس وجدهم أن أباك البغدادي وخلاف الدول الإسلامية لما يبيعوها هتشكل ليهم قوة قوة دعم اليوجيست كبيرة أولاً دي دولة عندها أموال عندها أكثر من عشر مصادر للتمويل ما هي بقى المصادر دي ما دا بقى سؤال مهم يعني الانتاج الضخم دا والفيديوهات الهولويد ستايل دي والسلاح والتوسعات يعني الفلوس دي جاهم داعش عندها عشر داعش وجابة النصرة بتزميلها تلات مصادر داعش عندها عشر مصادر للتمويل أول مصادر للتمويل هو أموال التبرعات أو الدعم اللي بيجي لها من بعض الجهاديين أو رجال عمال خالجيين اللي بتمنوا الفكرة التكفيري قد يكونوا في قطر قد يكونوا في السعودية قد يكونوا في هذه الدول دي بيبعتوا لها أموال دي كانت في البداية بيبعتوا لها أموال لترسيخ فكرة الدول الإسلامية وأولا آخر المصدر الثاني عقب إسلام على الموصل طبعا هم ما يستولوا على آبار نفطية كتيرا جدا في الموصل وفي المواطق العراقية المواطق دي كانت بتصدر داعش قبل هجوم التحالف الأمريكي عليها كانت بتصدر ما بين 60 إلى 80 ألف برميل نفط يومي بيصدرهم إزاي بقى انت سيدون بيصدرهم إزاي هم بيستخرجوا النفط وبيتم نقله عن طريق مهربين أكراد على فكرة وأتراك العربة التركية التركية بتشتري منهم برميل النفط لـ 48 دولار و50 دولار و60 دولار بتشتري منهم 20 دولار هل في دول كبرى حسب معلومات حضرتك يعني بتشتري النفط من داعش النظام السوري كان بيشتري النفط من داعش كل الدول المحيطة بمحيط داعش الإقليمي كان بتشتري نفط من داعش ده سوق مهربات دي عبارة عن نفط مهرب هم بيتباع في سوق السوداء وبيشتري أتراك وبيشتري المنظر التاني اللي هو عندهم طبعا المفرض هو إتوات على الأهالي عقب السلام على الموصل وبقى المناطق العلاقية ده مصدر التمويل هم بيستولوا على صوامع القمح بيبيعوا الأقمح للمواطنين ده مصدر تلت للتمويل استولوا على مناطق أسرية وتجرف الأسار واستولوا على مناطق مناجم دهب موجودة استولوا على بيفرض ضرائب على المواطنين بيأخذوا منها أموال يعني مصادرهم متنوعة يعني مصادر الدولة عايزة أسأل حضرتك على داعش في ليبيا يعني داعش في ليبيا يمكن ما تصلطش الضوء عليها إلا بعد حادث الواحد وعشرين مصري اللي تم قتلهم برحمة وطبعا لكن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية في البنتاجون قال لوسائل الإعلام أن أمريكا مش بركزة قوي على حرب داعش في ليبيا تحديدا يعني بركزة أكتر في سوريا والعراق لأن تواجد داعش في ليبيا مش مؤثر أنا زي ما أقول لك من شوية هو بدأ ما بدأ تواجد داعش في ليبيا مجموعات الجهادية ما أنا أقول مجموعات الجهادية في الدول المختلفة بقى مصر وغيرها زي ما أقول لك أنصر بطل المقدس وجدت أن مبايع داعش أشك الله دعم لوجيست كبير فقامت مبايعاتها وبالتالي أصبح في ولاية سيناء في سيناء تبع تنظيم داعش طبعا كلام يعني كلام علامي ما فيش ولاية ولا حاجة دعوما زي الفران هناك يعني نفس المسألة حصلت في ليبيا ليبيا طبعا بعد حدوث الثورة الليبية وقتل معامل القزافي ليبيا أصبحت مستباحة بكل الجماعات الجهادية وتاب من نقل الأسلحة بكي مئة طريبة جدا لمصر وعبرة الأنفاق لغزة وآخر فأصبح كل مجموعات جهادية بتشكل نوع من أنواع القوة في القرى والمدن وآخر أولى المجموعات الجهادية اللي بعد إعلان خلافة الإسلامية ما نسمى بخلافة الإسلامية كانت حاجة اسمها مجلس شراء المجاهدين في ديرنا مدينة ديرنا اللي يتم قصفها مبارح الجيش المصري قصف قواعد في مدينة ديرنا كان فيه مجلس شراء المجاهدين دول مجموعات سلفية جهادية موجودة في هذه المدينة بتمنى الفكر الجهاد السلف التكفيري لما حصل أبوك البغدادي أعلن دولة الخلافة بايت أبوك البغدادي وعتبت نفسها تنظيم داعش ولاية برقة أقوله كده ولاية برقة وبدأهم يوسعوا نفوزهم في المقاطر اللي حواليهم في عملية فراغ أمني في عملية فراغ أمني في منطقة في شرق ليبيا تحديدا يعني يمكن مساءة دي بدأت تنحسل قليلا بعد قيام اللواء خليفة حفتر بعملية الكرامة وما حاولته يعني تطهير هذه المناطق من الجهاديين بدأت توسع في ديرنا ومناطق المحوطة بيها ثم بدأت تفرض نفوزها على مدينة سيرت الليبية وداخل تستويت على مقارن لزاع الليبية ومجلس الحكم المحلي في مدينة سيرت ولأخره لكن قوات حفتر بعد كده قصفتها وبدأت تتراجع لكن هي مستقرة بشكل أساسي في مدينة ديرنا وبتطبق قواعد ومبادئ دولة داعش بتفرض الحجاب على النساء بتفرض زي داعشي بتمنع لاختلاطنا من الناس والذكور ما فيش محلات كوفير ستات مثلا ولا رجالة يحلوا دونهم بتطبق نموذج الدولة داعش بالزبط إذن إذن هي موجودة في ليبيا في تحديدا في ديرنا وفي سيرت دي بؤر تجمعات تنظيم داعش في ليبيا ودي المواقع الحقيقة اللي ابتدى يضربها للجيش المصري مبارح مواقع في ديرنا ومواقع في سيرت أنا بس وقت خلاص للأسف شديد أنا بس شكر حريك جدا أستاذ مصطفى أمين الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية المسلحة ببوابط الحركات الإسلامية وأكيد هكون في لقاءات أخرى مع حضرتك ما شاء الله يعني علمك واسع في المجال ده شكرا شكرا بعد الفاصل أستاذ سعيد وهبة رئيس تحرير جريدة الدستور معينا في نهارك سعيد خليكم معينا